بتتكلم منك لعب مباراتين في منتهى الأهمية مع نادي الزمالك في دور المجموعات مرة وقت الزمالك ما كان يقوده باتريس كارتيرون المدير الفني الصابق نادي الزمالك ومرة أخرى مع جوزفالدو غريلا المدير الفني الحالي نادي الزمالك أي نسخة للزمالك كانت أصعب بالنسبة لباتريس كارتيرون؟ أظن أن المطشئين هما كانوا مطشئين أقوية المطش اللي كان في القاهرة طبعا كان واحد من الأقوية واحد من المطشات القوية جدا لأن بيترو كان كسبان على الزمالك وكانوا دايما بيحاولوا أن هما يقلبوا المطش وطبعا كان المطش بتاع القاهرة كان أصعب كتير على نادي بيترو